هذه الدورة في ماذا؟ حسناً، هذه الدورة، ماذا عنه؟ من يعرف؟ من يعرف؟ أغلق الكتاب أغلق الكتاب نعم، في ماذا؟ نعم، في ماذا؟ سندرش التوحيد طيب، إذن هذه الدورة في التوحيد ندرس إن شاء الله تعالى، نبدأ اليوم، بإذن الله، بدراسة متن الأصول الثلاثة نبدأ اليوم بذلك، في كل تلك الحديث، الإصابات تحقيق الخاصة المشكلة هذه المطنة المختلفة لنا نقرأ في هذا اليوم من المجدد الذي نبدأ بهذا اليوم، سمعت تعالى هذه المطنة الآن بعض أصر رد، مر ورد أشاء نعم، سنأذر هذه تحقيق الخاصة فقط، أبداً، ماذا؟ تحقيق الكتاب أغلق الكتاب علمك هو الذي ترى في الظلام هل ترى في الظلام الكتاب؟ هل ترى في الظلام الكتاب؟ أو ما هو مكتوب في الدفتر مثلا؟ لا، هذا هو علمك أو إذا دخلت للحمام هذا علمك، تدخل للحمام تعرف علمك لا ممكن أن تدخل إلى حمام بالمصحف أو بالكتاب إذا نبدأ بدراسة متن الأصول الثلاثة حسنا، نبدأ بسؤول من أن نستطيع الوصول الثلاثة قبل البدء في هذة الدراسة، دراسة متن الأصول الثلاثة أبدا من أن نستطيع الأصول الثلاثة، لنسأل نسأل خمس أسئلة للمسؤال الثلاثة السؤال الأول ؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا نستطيع التوحيد؟ كذا من من جديد للماذا نستطيع التوحيد؟ مثلاً احد مؤتمر الناسًا ويقول لك لماذا لديك هذه المنزلة بطلق المحيد عندما ترى لماذا لم ترى هربية وكلم؟ لم ترى هربية فعلات بمن العديد وهى أخرى أجلنا في نفس المستقبل من أجل نفسك؟ نعم 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 أطمان أنا دون أدو أربي وأعلى سلم نقوم بالألم أنه يجب أن نعرف لا إله إلا الله أنه يجب أن نعرف أن الله يحد وأنه يجب أن نعرف أنه يجب أن نعرف يقول يقول ما جيد فتح الله عليك نعم أوجب الواجبات وأول الواجبات and the first and foremost of the obligations وحق الله العبيد and the right of Allah upon the slaves دعوة الأنبياء ورسل عليهم صلى الله عليه وسلم and the calling or the message of the prophets and the messengers وكذلك أتباع الأنبياء ورسل عليهم صلى الله عليه وسلم who follow the way of the messengers and also the fact that Allah سبحانه وتعالى would not accept any action without التوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد and nobody can enter into Jannah except that he is a موحد the person of التوحيد حتى لا نقع في الشرك and also so we don't enter into shirk or fall into shirk استقرار الأمن and also we study توحيد so there will be security and safety والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان and also so that you find guidance you find tranquility and you also find the sweetness of الإيمان نعم هذا هو السؤال الأول من يعيدني هذا السؤال so this is the first question so who's going to repeat what the shaykh has said so the first question is why do we study توحيد what did the shaykh just say I don't know I don't know but we want to just ما هو السؤال الأول نعم this is a salvation this is a only thing for jannah نعم 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 you ask him خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى تكون واحد تقول له هل خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى تكون واحد حتى تكون واحد لا بد أن يقول نعم نعم so you ask that person who's asking you this question you say to him did Allah create you upon this earth so that you can establish التوحيد and I would ask you to say yes of course نعم وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد ولا تكون جنة لا موحد and you ask you say to this person didn't Allah teach you that nobody would enter into Jannah except the person of Tawheed and that Allah doesn't accept any action except with التوحيد and he would say yes نعم نعم of course he has to say yes تقول طيب هل أنت موحد and then you say to him okay are you a موحد are you from amongst the people of التوحيد فما يقول and what would he say نعم أنا موحد he say of course I am from the people of Tawheed طيب نسأل and then we ask him ما هذا التوحيد الذي تدعي then you ask that person okay what is this Tawheed that you are claiming that you are from the people of Tawheed what is this Tawheed فإذا شرح التوحيد مما جاء في الكتاب والسنة فهذا معنى أنا موحد so if this person is able to explain التوحيد according to that which is found in the Quran and the Sunnah and this person is a موحد he is a person with Tawheed وإذا لم يعليها التوحيد وقال لا أدري فهذا معنى أنه عندما قال أنهم موحد أن هذه شهادة الزوء and if once you ask him what is the Tawheed he says I don't really know what is Tawheed then you know that he is not from the people of Tawheed rather the statement that he is given or the witness that he is given is she has to do a false witness statement وأيضا نسأل هل أنت مشرك and also we can ask him are you a مشرك لابد يقول لا and he has to say no no I am not a مشرك نقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك so then you are asking okay what is the shirk which Allah has made impermissible upon us and upon you والذي تتبرأ منه and what is this shirk that you yourself you are freeing yourself from فإذا شرح بما ورد في الكتاب والسنة وعواب الشرك فهذا معنى أنه ليس مشرك so if this person you were asked if he is able to explain a shirk according to that which is found in the Quran and the sunnah then you know that this person isn't a مشرك because his ambassador and explains shirk وَإِذَا لَمْ يَعْرِذْ نَقُلْ لَعَلَّكْ وَاقَعْهِ شَيْء مِنَ الشِّكُّ وَأَنتَ لَتَتْرِعَنْ and as for if this person he is not able to explain shirk according to the Quran and the sunnah then we can say to him that maybe you are falling into shirk yourself and yet you do not know نعم طيب هذا ما تعلق بالسؤال الأول so this is the first question what relates to the first question